استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بمدينة المخى بمحافظة تعز نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دياغو زوريلا وذلك لبحث مستوى التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمات والوكالات الدولية في اليمن وكذلك التحديات التي تواجهها في ظل الأوضاع الحالية واستعرض الجانبان البرامج والمشاريع الإنسانية التي تنفذها وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في اليمن والتي تشمل مجلات المياه والصرف الصحي والأمومة والطفولة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والصحة والمأوى والمساعدات النقدية متطرقين إلى ما تم إقراره من مشاريع جديدة في الساحل الغربي ومنها تمويل المرحلة الثانية من مشروع مياه المخى وتمويل مشروع الأمومة والطفولة في حيسة وكذلك المشاريع الإنسانية في الحيمة والخوخة وكذلك مناقشة مشروع مياه الخوخة الذي تم إعادة دراسته من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وأكد طارق صالح الحرص على توفير كافة التسهيلات للمنظمات الدولية والوكالات الإغاثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر